تائهون تائهون في فلك البحث عن الكثير ومن الكثير عدالة اجتماعية وانهاء محاصصة سياسية ومحاكمة قتل وحقوق مسلوبة لكنها ضربة قاضية تلك التي يبحث عنها العراقيون هكذا هو الشعب الذي اعتاد على الضربات القاضية في كل تفاصيل حياته ضربة الارهاب وصواريخها ضربة الاقتصاد وضياعه ضربة الشباب ضربة السياسة في معقلها حتى اصبحت محاولات انعاش المعادلات جميعها ضربا في الودع بين مطرقة الضغوط على الرئيس المكلف الجديد وسندان الوعود من جهة وبين الانتظار المفرط في الشوارع والساحات وخوف من الفتنة وما يقول اليها يتسع الخرق على الراقع فالمعضلة تزيد حجما امام محمد توفيق علاوي مع مضي عداد الوقت لتقديم حكومته على البرلمان والبرلمان هو الاخر في حسبان المتظاهرين مرفوض ضمن قائمة المرفوضات وفي كل مشهد تحيك فيه الشوارع ثوب الحقوق والمطالبة بها تكون المواجهة اكثر دموية والخفاء سيد العنوين حين تغيب الايد التي تعبث بالجسد العراقي وتهدر الدماء على يد ميليشيات مسلحة يكثر الحديث عن تمويلها من الخارج وعن تدخلات رغم ان في السيادة العراقية ان وجدت الاخيرة اصلا في قاموس البلاد بشكل رسمي او شعبي اما تفسير الموقف الضبابي وعلى الرغم من صعوبة قراءته وغياب عرابه المنقذ يرتفع مؤشر الخوف من ان العراق بات خارج اهتمام الدول التي اوصلته الى هذه المرحلة انما هي مضيعة للوقت وتسلية فيما تبقى من عتاد او رموز او مصالح شخصية في غرف الاخبار لا بد لمادة صحفية ان تنتهي بدون تساؤل وتقدم الاجابة الشافية لكن المشهد السياسي والشعبي في العراق كسر القاعدة من جذرها حتى بات السؤال الذي يبحث العراقيون عن اجابة له هل هي جولة اخيرة امام ما تبقى من العراق كدولة لتعيد ميزان الامور الى نصابها ام ان في الجعبة بقية جولات في نزال تتعدد اطرافه او كما يقول المثل العربي المشهور اذا طاح الجمل كثرت سكاكينه وسكاكين الطامعين في العراق اقربها جار وابعدها صديق وما ابعدهما عن صفة الجار او الصديق ترجمة نانسي قنقر